موسيقى قاعدة اساسية في علم اجتماع الانتخابات هو انه الانتخابات المحلية تستقطب اقل برشة بالانتخابات الوطنية بلغة اخرى خلينا نسميه انه كل ما تصغر الدوائر كل ما نسب المشاركة تقل كل ما تكبر الدوائر نسب المشاركة تكثر نشوفه في عديد تجارب المقارنة في الفرق ما بين الانتخابات الرئاسية مثلا او الانتخابات التشعية او الانتخابات المحلية هذي تقريبا قاعدة عامة في علم الاجتماع ولكن فما خصوصية تونسية هو انه اغلبية التوانسة وهمش مهتمين بالمسار اللي يبني فيه رئيس الدولة ولكن خاصة يعتبروا انه هناك نوع من النظرة التسلطية والمركزية للسلطة هو انه المخاطب الوحيد بالنسبة للناس هو رئيس الدولة هو المسؤول على بناء المشروع السياسي للحكم لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي وبالتالي الانتخابات المحلية هذية ما تعنيش الناس هذا اللي يفسر ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات هذية ولكن ايضا يفسر ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية اللي فاتت اللي هي كانت قايمة على اساس انه قايمة على فكرة انه العلاقة بالسلطة النيابية بالسلطة التشريعية علاقة متوترة هذية كله ينجم يفسرنا السبب الاسباب الاساسية خلينا نقول لضعف المشاركة يزننا نفرقه بين المشروع السياسي للمرشح قيس صعيد وللمشروع السياسي للرئيس الجمهورية قيس صعيد ولرئيس الدولة قيس صعيد اثرة 25 جوليا تم نوع من المزج بين نظام تقليدي بسلطة تقليدية بمجلس نيابي تقليدي مع مسار موازي لي ليحقق مشروع البناء القاعدي في الاخير ما فماش مخير من دليل للمجلس هذية اللي طواما نعفوه شنية صلاحية متاحة الشنية باش تعمل بالضبط ما فماش قانون اطاري ينظمها فقط دورها هو التصعيد تكوين المجلس الثاني في السلطة التشريعية في دستور سيد قيس صعيد ولكن شنية دورها لحقيقة هذية باش يظهر حسب موازين القواء اللي تحكم سلطة قيس صعيد اللي هي لليوم ماهيش على الاقل ظاهرة واللي باش نقولوها عليها مجرد مضاربة اليوم قلت انه فم مسار تقليدي سلطة تنفيذية في مواجهة سلطة الشعية بيغضر نظرة على شكل العلقة ما بيناتهم اللي هو في نظري علاقة غير مختلة تماما وغير متوازمة تماما لصالح السلطة التنفيذية اللي جسدها رئيس الدولة بموازات ذلك فم تحقيق علامات لمشروع البناء القاعدي اللي قاعد يتعمل بشوية بشوية هل انه هذا باش نجح فيه رئيس الدولة وفي الاخير باش يلقى الامكانية لأن ينقلب على البناء التقليدي ويبني المشروع متكاملا أو انه باش نلقاوه صيغة هاجينة ما بيناتهم الاثنين هذي فقط الوقت كفيل باش نشوفوه شنية نجم يعمل ولكن اعتقد انه مشروع البناء القاعدي العناصر الاساسية فيه اليوم موجودة العناصر الاساسية الاول سلطة تنفيذية مطلقة في يد رئيس دولة وهذا جزء من مشروع البناء القاعدي ولا مركزية انتخاب السلطة التشريعية مش انتخاب السلطة التشريعية مصعدة ولكن لا مركزية انتخاب السلطة التشريعية لأنه في الاخير حتى عملية الانتخاب هذية تقعد في اطار الديمقراطية التمثيلية مش في اطار الديمقراطية المباشرة اللي هي واحدة من عنوين مشروع البناء القاعدي دونك فقط الوقت كفيل باش يجاوبنا على هل انه مشروع البناء القاعدي باش يتواصل أم لا الظاهر أنه حتى داخل المجلس القائم حاليا لا وجود لأي صوت يتجرى على معارضة توجهات الرئيس يكفي فقط القول بأن الرئيس لا يريد ليتتحقق إرادة الرئيس هذا يرينه في مشروع قانون تجريم التطبيع ورناه في نقاش الميزانية اللي لحقيقة حتى برلمانات بن علي كانت فيها نوع من الدكار أفضل من اللي صار في نقاش الميزانية الحالي ولكن شني الهدف من المجلس هذي؟ إذا كان مش نحكيه في الجانب القانوني اللي هو بالنسبة لينا ما هوش هو الأهم ولكن الأكيد أنه في غياب الإطار القانوني الدور الوحيد هو تصعيد مجلس الجهات والأقاليم اللي هو نفسه بغض النظر على نقاش بمراقبة عمل الحكومة بشي يكون دوره فقط نقاش قانون المليئ مرة في العام ومشاريع تنمية تقريبا في تونس درجنا على أنه نعملها مرة في الخمسة سنوات دونك دوره صغير برشة هذا في الجانب القانوني ولكن فيما عنصر أهم وهو العنصر السوسيولوجي بمعنى سوسيولوجية مؤسسات خلق قاعدة سياسية للنظام القائم أي نظام سياسي أي منظومة سياسية قائمة لابد لها من خزاب تستقطب منه الناس اللي على طريقهم ممكن أنها تدير السلطة عادة في المشاريع التقليدية مهما كان شكلها أقصى الديمقراطية أو أقصى الاستبداد عادة ما تكون الحزاب في ظل غياب منظومة حزبية مساندة للرئيس بشكل واضح أو متحكم فيها الرئيس أصبح الاستقطاب الإفكتيف هذي بش يساعد النظام المنظومة القائمة على الاستمرار يصير من داخل الدولة بموازية الإدارة توجد المجالس هذي اللي هي ممكن تكون قاعدة اجتماعية قادرة على الدفاع على منظومة قيس سعيد قادرة على الدفاع على مركزية سلطة قيس سعيد وهذي مسألة مهمة ولكنها خاصة قادرة أنها تنتشر في الجهات وتوصل خطاب السلطة المركزية كأجسام وسيطة مش بالضرور الأجسام والوسيطة الكلاسيكية ولكن كأجسام وسيطة للقاعدة الشعبية اللي ممكن يتمحلها أن المنظومة قائمة معلن أنه رئيس الدولة قالها وكررها لش نحن فقط ملاحظة علش نحكيه أساساً على رئيس الدولة انتهاء عصر الأحزاب السياسية فبالتالي توجدت منظومة قانونية تقصي الأحزاب ولكن أيضاً منظومة سياسية تقصي الأحزاب أعتقد أنه الشكل التنظيمي للأحزاب ممكن يكون فيه أزمة ولكن دور الحزب السياسي كحالة سياسية ما هيش جديدة في التاريخ قديمة في التاريخ أكيد مش تتوجد اليوم هناك حزب قيس صعيد حزب قيس صعيد مش بالمعنى التنظيمي الكلاسيكي ولكن مجموعة أنصار هل هما تنظموا بش يصبحوا حالة سياسية فعلة ما زالوا ولكن الأحزاب التقليدية أعتقد أنها ما زالت عندها مكانة إلى حد اليوم ضعفة أكيد غاب دورها أكيد فما رفض شعبي لها أكيد ولكن تنجم تتخلق حالات جديدة أخرى ممكن تلعب دورها هل تناقض الموجود ممكن يؤدي إلى أزمة تنتهي إما بسقوط المنظمة أو بسقوط الأحزاب أو بسقوطهما كليهما أعتقد أنه هذا مهوش حاجة بها للبلاد وبالتالي أعتقد أنه المواصلة والاستمرار في فكرة إقصاء الفعالين السياسيين التقليدين التقليدين مش كأشخاص في تنظيم متاحهم سوف يصبح مسألة ممكن شكل اختر على المنظمة القايمة إما بقمعها وبالتالي أضفاء أكثر تسلطية على السلطة القايمة أو بتفتح المجال لها مما يجعلها من داخل المنظمة القايمة ممكن أنها تساهم في أسقاطها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر